اشتركوا في القناة على المستوى الوزري بحضور فخامة الرئيس محمود عباس الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة وفي مداخلة له جدد مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية التأكيد على موقف البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية يؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة معالي الأخ محمد علي الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أخواني أصحاب المعالي الوزراء معالي الأخ أحمد أبو الغيط أمين العام لجامعة الدول العربية أصحاب المعالي والسعادة يسعدني في البداية أن أنقل لكم فخامة الرئيس وللأخوة ممثل الدول العربية تحيات حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وتمنياته لكم بدوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح وأود في هذا الاجتماع الهام أن أجدد التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقير أما بالنسبة للخطة التي تقدم بها فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فأننا نقدرها ونعرب عن تطلعنا بأن يتم النظر إليها ودراسة إيجابياتها ومتطلبات استكمالها والعمل على بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين للتوصل لاتفاق يلبي تطلعاتنا جميعا للسلام الشامل والعادل والدائم ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على مبدأ حل الدولتين واستنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما نؤكد على أهمية يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من أي خطوات أحادية تتنافى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي نكرر لفخامتكم تقديرنا لجهودكم الكبيرة وعلى حرصكم للاجتماع بنا لتوحيد الموقف العربي إزاء التطورات والمستجدات بالنسبة لالتزامنا الأكبر ولقضيتنا الأولى القضية الفلسطينية شكرا سيد الرئيس